وعلى همشي مشاركتي في مؤتمر حرية الدين أو المعتقد اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير الخارجية في لندن مع اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيسي الوزراء ووزير جنوب أسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو والسبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها أن تحقق التطلعات المشتركة وتعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين وتم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أصحاب الديانات والمعتقدات وفي كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ الحريات العامة